نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اصدر قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024 شدد المركز على استمرار نظام تقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024 كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير وأوضح المركز أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد تنقسم إلى اختباري شهر والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي